اعلنت اوكرانيا عن منع بحار مصري من دخول اراضيها لمدة ثلاث سنوات بسبب انتهاكه قانون دخول الاراضي المحتلة مؤقتا ومنها شبه جزيرة القرم حرس الحدود الاوكراني وجد على جواز سفر المعني ستة طوابع تابعة لحرس الحدود الروسي كما عثر حرس الحدود على شخص اخر ضمن طاقم سافينات في منطقة خرسون وعلى جواز سفره اثار محو البيانات المتعلقة بالسفر ورفض السماح له بدخول اوكرانيا لتذكير فان اوكرانيا اوقفت الشحن البحري الى شبه جزيرة القرم المحتلة في يونيو 2014 ويتضمن القانون الجنائي مادة تعاقب انتهاك امر دخول الاراضي المحتلة مؤقتا في اوكرانيا والخروج منها بالسجن من ثلاث الى خمس سنوات اشتركوا في القناة